بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاء طيب معكم إخوة الإيمان المسلمون يعيشون في هذه الحياة الدنيا وهم معتصمون بالله تبارك وتعالى ومعنى أنهم معتصمون أي أن قلوبهم وأرواحهم وأن نفوسهم دائما متعلقة بالخالق سبحانه وتعالى نعيش في هذه الحياة الدنيا نأكل ونشرب ونفرح ونمرح مما رزقنا الله تبارك وتعالى ومما أنعم علينا نعمر الأرض بالخيرات وفي علاقات طيبة في تآلف وتعارف وتعاون على البر والتقوى إلى غير ذلك لكن هناك معالم من خلالها نعلم أن الأمة تمشي نحو الهداية يعني نحو الطريق الصحيح ولا لا لا من هذه المعالم التي نسترشد بها بيوت الله سبحانه وتعالى المساجد الجوامع جمع جامع الجامع والمسجد والللمسيد وبيت الله سبحانه وتعالى وبالتعبير الأدابي المجازي يقول العلماء بالتعبير الأدابي المجازي يقولون عن المسجد أنه قلب الجماعة النابض بالحياة يعني وش معنى ذلك؟ لأن القلب في الإنسان إذا صالح صالح الجسد كله وصالحة الجوارح وصالحة الأفكار إذا كان القلب مملوء بالإيمان والعلم الصحيح والفهم الصحيح للحياة فإن الإنسان والذي في سلوكه يعيش حياة إنسانية المسجد يعتبر مركز إشعاع هو الذي يعطينا الوجه الصحيح للأمة ولكن مات عندما يقوم بدوره الحقيقي برسالته الحقيقية المسجد لماذا يبنى؟ يبنى لأمرين هامين الأمر الأول للعلم للتفقه للقرآن للدروس لحلقة العلم يجمع قلوب الناس ويجمع أبدان الناس ويجمع أفكار الناس والأمر الثاني هو للرقن الركين لإقامة الصلاة لأن المسلمين إذا كانوا يتفقهون ويتعلمون وتجتمع أفكارهم حول كتاب الله سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله وجعلوا بيت الله تجمعهم ما شيء تفرقهم اللي يدخلوا للجامع واللي يصليوا في الجامع أفكارهم كلها معتصمة بالله تبارك وتعالى كلنا نريد أن نرضي الله تبارك وتعالى لا يختلف زيد عن عمر ولا فلان عن فلان مليح لكن منه الذي يحرك المسجد هو الإمام المؤذن معلم القرآن لجنة المسجد وعندما نفهم رسالة المسجد وأنها آمانة عظيمة وبالنسبة للحومة والبلاد والقرية والمدينة اللي تكون فيها المساجد قايمة بدورها هذه المؤسسات الهمة تكون قايمة بدورها وهي كما يعبروا عليها أيضا وجاء في الآثر أنها منارات أهل الأرض لأهل السماء كما نرى النجوم في السماء زينة ولها دورها ولها نهتدي بها ونسترشد بها الجامعة الثاني نهتدي به ونسترشد به لكن إخوة الإيمان إذا قلنا باللي الإمام الناصح الإمام الواعي الإمام اللي أدي رسالته والمؤذن ولجنة المسجد وكل الجماعة يكونوا عارفين باللي يخدم لله ويريد بأن الأمة تبقى معتصمة بالله وماشيين في طريق الله كي نتذكره المسجد واش نتذكره نتذكره التعلم واتفقه نتذكره روضة الأطفال أولادنا صغار فلذات أكبادنا عندما يروحوا للمربية عندها قسم تعلم فيه عندما نقول حتى بالنسبة لدور الحاضانة في غير المساجد في غير المساجد ونقول لإخواننا كما في الدخول المدرسي كما في دخول روضة الأطفال دار الحاضانة يعني المربيات يعني قلت في غير المساجد وين كاين دور الحاضانة يجب أن نعرفه باللي أيضا المربيات تستقبلهم بهذه المشاشة وهذه العناية وهذا كذا يجيوا ليس فقط به يقرأوا هذا هادف ثانوي لأنه يقرأوا يبدوا من الابتدائي ولكن يجيوا لأمرين لأمرين يا أيتها المربية يا أيتها الحاضنة بهذا المفهوم بهذا المعنى يجيوا لأمرين الأمر الأول التربية النفسية نربيوهم على الهدوء ومن نعومة أظفارهم نعلموهم كيف يتحركوا كيف كذا نعلموهم الهدوء النفسي نعلموهم كيف يلعب اللعب المفيد كيف والمسألة الثانية نحافظ على صحتهم كيف يجلس وكيف يمشي وكيف يقعد وكيف يلعب وكيف يعمل وكيف تذا فإذا الأمة الإسلامية تبعى ثولادها لدور الحضانة لدور روضة الأطفال وحتى المدارس الابتدائية السنة الأولى والثانية والثالثة في الطور الأول في الابتدائي إذا ربيناهم تربية نفسية هادئة ومبتسمة ويعني متآلفة وكذلك ربيناهم تربية جسدية ما شاء الله فإن الأمة رهي ماشية نحو الطريق الصحيح نعود إلى هذا الموضوع بعد استقبالنا لهذا الاتصال ألو نعم ألو ألو نعم ألو السلام عليكم وعالكم السلام ورحمة الله وبركاته واشتراك شيخ لباس حافظك الله تفضل أخي الكريم أريد أن نحبك الله يا شيخ أحبكم الله ونحب جميع المؤمنين والمؤمنات تفضل يصدرك معك حمزة من خنشل أهلا وسهلا بإخواننا وبأهل خنشل جميعا وبأهل الجزائر والأمة الإسلامية كلها يا شيخ حبيت نحكي لك عندي مشكلة نوبات الهلع وكل واحد ما المرض لا أعرفوش كيف تجد كل الخطرة يوجهوننا رجي واحد يقول كروح الرقية واحد يقول كروح الشرب واحد يقول كروح نوبات الهلع عدوا يا شيخ وما يدخلوني في اكتئاب وحالات مهكة الوسوس الوسوسة الوسوسة بعد يا شيخ الوسوسة نعم تفضل الوسوسة هذا من أخي الكريم حافظك الله ونسأل الله العافية لنا ولكم هذا بنسبة لك أو للوحد آخر ما دينا يا شيخ دينا يا شيخ لكن انت رك بسلام ونبشرك بأنك رك في عافية وفي نعمة تأتي عوارض هكذا لكن معلش واش سؤالك تفضل الأخي الكريم سؤال يا شيخ يعني سؤالي وين روح بهك واحد يقول كروح للروح يا واحد ووسوسة يا شيخ وخوف من المجهول نعم معلش إذا كان هذا هو سؤالك سنحول أن نجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى حافظك الله إخوة الإيمان بعد بسم الله الرحمن الرحيم استمعنا إلى تساؤل وإلى استفسار وإلى أن الأخ يريد أن يعلم هذا القضية النفسية وكنا نتكلم على التربية النفسية والولد والإنسان من صغره عندما نعلموه الرتابة الإيمانية والهدو والإطمئنان يبتعد عن كل هذه الوسوسة لكن لا بأس أقول لأخي السائل أبشر فإن حالات نفسية تعتارضنا ويجيبنا ربي بلي حاجة كبيرة وربي عز وجل قال لا بذكر الله تطمئن القلوب ونقول له نعم إذا ذهبت إلى أنت ممكن لا تحرش أدعية أو كذا وإن كان ترقي نفسك بنفسك اقرأ آية الكرسي اقرأ سورة الفاتحة بنيت أنك ترقي نفسك وأنك قال ربنا عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إنما الرقية الشرعية إذا ذهبت الوحد يدعو لك ويرقي وكذا بالرقية الشرعية هذه مشروعة ولا حراجة في ذلك لكن لا تكون مدمينا يعني تتقلق في الليل رقم ترقي تشمليح كذا يجيك تخمام ترقي يجيك كذا ترقي لا شوية عيش حياة عادية وربي يحفظك اقرأ قل أعوذ بير بالفلاق قل أعوذ بير بالناس قرأ سورة الإخلاص قرأ سورة كذا وقرأ ونوصيك على حاجتين كل إخوانا لا رقم تسمعوا فينا تحب الوصوة ما يدورش بك وتحب تعيش مليح دائما حافظ على الورد القرآني في الربعة وعشرين ساعة أقرأ شوية من القرآن لكن بالترتيب يعني يبدأ من صورة الفاتحة الباقرة العمران النساء المائدة ولو تقرأ صفحة في الربعة وشرين ساعة هي مليح تقرأ جزء يعني تقرأ حزبين ولكن ممكن عندك أشغال ممكن كذا ولكن بالترتيب هذا الأمر الأول الأمر الثاني حافظ على الصلاة في وقتها وكون مطمئن عندما تقول في صلاتك عندما تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم بخشوع ببكاء بإعظام المقام بتركيز الاهتمام مع رب العالمين سبحانه وتعالى أكيد يقول لك وهذا لعبدي ولعبدي ما سأل نعرف العبادات ونحضر قلوبنا في العبادة أكيد ربنا عز وجل يهدينا ويطمئن قلوبنا اللهم آمين والله تبارك وتعالى أعلم معنا هذا الاتصال ألو نعم ألو ألو نعم السلام عليكم وعلكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي تفضل تركيز شيخ لباس نحمد الله تفضل أخي الكريم الحمد لله الحمد قلت لك واحد الطفل أحلف حق يدو في المسحف وقال حق المسحف وعاود وعاود درجع لها عندك أوليدك أحلف وقال والله ما نزيد نعمل هذا العامل وعاود درجع لها وعاود درجع لها حق يدو في المسحف في الستين والآن أخي الكريم تسأل تقول ما الواجب عليه ماذا يفعل ماذا يفعل ستسمع الجواب إن شاء الله تبارك وتعالى حافظك الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الجواب عن السؤال الأول أجاب الله تبارك وتعالى عنه وبينا لنا ذلك بأن من حلف على أن لا يعمل شيئا فيه خير فيه طاعة الله فيه كذا مثلا يقول والله ما نزيد نمشي للفلان والله ما نتكلم مع فلان والله ما نعمل كذا وكذا إذن إذا حلف على حاجة التي تمنعه من عمل الخير عليه أن يكفر معنى ما يبقاش يقول أنا حلفت ما نخدمش مثلا وحد يقول والله ما نروح لدار عمي والله ما نعمل ما نخدم ذلك الخدمة ما كذا هذا نقول له تكفر على يمينك كذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكفر عن يمينه سواء فتعمل ولا ما عملش يطعمه عشرة مساكين يطعم عشرة مساكين شوف عشرة محتاجين مشي واحد وحده ممكن عائلة فاقيرة فيها خمسة هام خمسة شوف عائلة وحده أخرى فاقيرة فيها خمسة هام خمسة يطيلهم مقدار نصف صاع لكل واحدين مقدار نصف صاع لكل واحدين إذا حاب يتصدق بالمال يجوز له يتصدق بالمال يطيل كل واحد من مئة وعشرين دينار إلى مئة وخمسين دينار في وقتنا هذا بالعملة الجزائرية لأن إخواننا عندما يسمعون في العالم في العالم يلتبس ربما عليهم الأمر ما بين دينار تونسي ولا دينار مثلا أردني ولا دينار كذا إذن العملة هذه تتغير أنا نتكلم الآن بالنسبة للسنتيم الجزائرية يعني بالعملة الجزائرية ولكن المصطلح المعروف عالنيا نقول نصف صاع من قوة أهل البلدي من قوة أهل البلدي يعني كمية من الرز كمية من الطعام كمية من القمح كمية من التمر كمية من إلى غير ذلك نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا السؤال الثاني الذي قال عليه الأخ وهو يسأل يقول بالنسبة للمرأة التي تتكلم في دارها إما بنسبة يعني بسبب حوار بسبب خصام بسبب شوية هكذا قلاق ولا غضب ولا 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 في الظروف العادية مع أولادها مع كذا وترفع صوتها ترفع صوتها حتى يسمعها الجيران وهي في حالة غضب وربما تقول لا لا بأس معليش وزوجها ينصحها ويقول لها ما ترفعيش صوتك حتى يسمعوك مطريق حتى يسمعوك ليس من الآدب ليس من الآدب أن المرأة ترفع صوتها حتى يسمعوها حتى اللي في الغرفة اللي قدامها حتى الناس اللي سكنين معهم لأنها أولا تقلق وثانين هذا ليس من الآدب وما نحلوش مشاكلنا بالزقاء وتشاقلالها لأن هذه حالة نفسية مهمة جدا عندما يقول يا ولدي لماذا تعمل كذا أفضل يقول يا ولدي وقتلك مئة مرة كل هذا الكلام اللي زدته زيادة راك راحت تخلط له النفس أنت يعني سوءا كبير ولا صغير آخي ماذا بينا نعمل كذا يا ولدي نعمل كذا يا كذا يا فولن نعمل كذا الهدوء هذا هو اللي حل المشاكل والنبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يجي له واحد ما يعرفش يقول له أعدل معي ولا كذا يرد عليه بابتسامة أولا يهدأ الوضعية ومعنى يقول له ماذا تريد ماذا تريد إذن كذا وكذا إخوة الإيمان انقطع الاتصال رأيت ما يعود إلينا المتصل قلت إخوة الإيمان في هذه المسألة وهذه مسألة مهمة استسمحكم نزيد هذه العبارة ونقول باللي إخوانا وأخوتنا حتى الرجال حتى الرجال سمحوا لي حتى هذا الأخ السائل ما نشعليه هو طبعا على الرجال كلنا ممكن أحيانا ينفرطوا عقد الفكرة عندنا وما نشدوش روحنا وبدل ما يتكلم مع زوجته ولا مع وليد ويسمع الجيران نفس الشيء ويخبط ويرمي وكذا وكايد اللي ممكن يكون في يده هاتف يضربوا على لا يرضي يكون في يده حاجة يرميها هذه يعني أننا نحن ما نقولوش بغض النظر سوء أخلاق ولا بغض النظر عن هذا يزعج الناس أبداً هذا أنها موش مليحة ليه هو ره يتعب في نفسه نسأل الله العافية قالو نعم أخي تفضلوا صباح الخير شيخنا أهلا أختنا حفظك الله تفضلي عندي سؤال الشيخ تفضلي أختاه ربي يحفظك فأكلي حادثة هنا في الزايرة كنت حن نردش نرادي رجيتكم مسا تأختي وأنا هنا في البلد رحت لزايرة ربيتها معايا ومبعد كي رحت نرادي قالوا لي عندك في سكالتاعك لازم تعودها ما علينا سمحيني سمحيني شكول اللي قالوا لك سيا نفسي في مصلحة من المصالح الإدارة العامة نعم تفضلي ويأنا ما كان حتم مشكل بشي عودوه بشي حتم ولي وشي حتم وشي حتم وشي حتم وشي حتم ودروني فدخ دفعين ديرها في النهار درتها في خمسيان مم ايه ما قدرش وخليهم كترم النهار ايه ثم انا ريحت خمسيان قلت نفريها وروح صح شكرا الان انا ايه انا انا ما ايه ما ايه وذلك حق لها قالوا لي مه دمت خلصيت 4 ملايين قلت لهم دبرهم وقلت وعطوا لي تغطي وروح ايه ومدعد قد قد مدى قد مدىت معاك برها وهو ما تقول لي؟ قد ما دام دكراري زي جملاين فهندويل زي جملاين ما ندكراريه هنش حسنا ما فيه بيوم قد 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 أخذ الى خاتلين وحدوخات عدوخات تتخلصيها كانوا معاولين عليها لبنى تكسي ونكتر طيب أختنا الكريمة معلش معلش الصورية واضحة أنت السؤال اللي حبيت تفهميه ما وشن هو أنا السؤال تي بيت دعا لي عاول السؤال تي بيت صدق زي جمعين عدد مليون ونصد دوم همه خلص ميتين بخلصتهم بي خلص بيون بين عليكي صدق مليون وخلص ميتين راح تدتها هي شكرا أنت تسألي ما حكم هذا شاركت في أنك أعطيتها زيادة اللي هي رشوة شكرا سأجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يوفقنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إخوة الإيمان تعلمون بأن هذه الأخت ممكن كانت مقلقة ما فكرتش وجاء في الأثر السليم الصحيح ما خاب من استخار ولا ندم من استشار إيسان يستشير قبل ما يتصرف فإذا ذهبت إلى إدارة عامة ولا إلى شركة ولا إلى مصنع ولا إلى أي مكان ويقول لك أطيني مبلغ من المال لكن ما نسجلوش ما نعطيك شو بثيقة ما عندوش مقابل فقط أنا بها سهل عليك وبها كذا تعلم بأن هذا من الرشوة وأن هنا الجواب أنك لا تعطيه هذا مدام أنك من حقك في وطنك أن يعطيك هذا الحق لا تعطيه لكن الأخت هذه تقول أنا أقدمت هذا ما كانت تعرف في الحكم نقول لها استغفر الله تبارك وتعالى وتوب إلى الله عز وجل صلي ركعتين صلاة في جوف الليل لله تبارك وتعالى وحاول أن تتصدقي بما تستطيعين لله لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ونقول لها إن شاء الله لا حرج عليك إن تبنى إلى الله سبحانه وتعالى لكن في هذا الباب يا إخوة الإيمان أن الراشي والمرتشي والرائش ملعونان كما جاء في الخبر الرشوة يا جماعة الخير يا جماعة الخير يلي خاف ربي سبحانه وتعالى رأى إنسان يعمل في إدارة ولا حتى يكون مقاول ولا في مصلحة الضرائب ولا في أي مكان في بلدية في ولاية في وزارة في كذا الإنسان وحده وحده في داره في داره ويعطي دينار ذهب ومبعد يحب يأخذ عليه الرشوة ولا يأخذ الريبة ولا يأخذ كذا هذا راه حرام كمن يزني والعياذ بالله يا إخوة الإيمان يا إخوة الإيمان أرجوكم أرجوكم لله تبارك وتعالى أنا موظف يعني وحد يكون موظف رك تعمل بالخبزة حلالية خبزة حلالية الدراهم الذي يأتي في الحرام لا ينفعونك أبدا والله الدينار الدينار اللي يجيب الحرام تكدس بيت التعلمال لا تنتفع بها أبدا أبدا رب عز وجل لها وحد الطريق يعذبك بها تتعذب بها في الدنيا شاقاء يزيد كلفك تكاليف وتبدأ تصرف وتقول آه لو كان ماشي هذه الرشوة ما ننسي وشبا نصرف لا لو كان ماشي هذه الرشوة رب يروم هنيك إذن ننتبه إلى هذه القضية يا إخوة الإيمان قلوا لإخواننا السائلين نقول له كل ما يطلب منك خارج القانون امضأ ورقة خارج القانون ما تمضيش إعطاء الدينار خارج القانون ما تطيش كل تاب حقوقك أتعب معليش كي اللي تعبك معليش ولكن أنت تنال السعادة في الدار الآخرة وهو ينال الشقاء إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى إخوة الإيمان أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك واغنينا بفضلك عن من سواك اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك واغنينا بفضلك عن من سواك آمين والحمد لله رب العالمين